وصلت من تمو كلمة فوق 18 السنة فأول شي بلش هالقناع هاد يظهر بعد ما دفعنا المصاري تبع الإيجار إجت وخبرتني وقالتلي إنه في حدا كان عم يحاول يلمسها من أحدى قريبين هالكتير قريبين منه لما بين لا أدى لحمل هاي البنت إجت بنت من مشقة تانية فهو خاف وطلع قال شو إنه بخايف إنه سوش وتسمع وبعرفش إيش موسيقى موسيقى اشتقتلكم قد السمية روح البيبي ما تتخيلوا قدير صرت متعلق فيكم هذول الأربع أيام اللي مضوا وأني مني من نشرة ولا فيديو حسيت كأنه في شي نقص بحياتي سوي كتير بعتذر على صوتي لأنه أنا ماردانة بس ما قدرت أنه أنا ما أنشر فيديو لأنه كتير مش تقتل وزي ما قرأتوا في فيديو اليوم هو قصة من قصص المراهقات هي سلسلة بلشناها من فترة اشعار هون أو هون وكما بخليكم اللينك تحت في ديسكريبشن بوكس لأول فيديو يهو يعتبر من مواضيع تابو في المجتمع العربي سو جايز فيديو ديو ما رح أقلت لكم تيك كذا قصة قصة صرت مع أحدا من المتابعاتي وقصة صرت معي وقصة صمعت عنا وجايز بليز لا تركزوا كتير مع رموشي اللي من هون تصري ساوى أنا عم بحاول أتضبطها بس ما ضبطت ما بتضبطوني زي الفيديو السابق مرموشك ومرموشك ومعرفش ايش وبدل هيك قولوا كلام حلو ميرا انت طالعة بتجنيني ميرا اشتقنعلك اي شيء الا رموشي سو فيديو اليوم رح نحكي فيه عن التحرش الجنسي بس قبل ما نبالش بالفيديو اذا كنت اول مرة عم بتشوفني وتقول شو هاي المجنونة من هاي البنة شو هالموضوحد الكبير الجريل تحكي فيه ومن اين قتتها هذه الجرأة اشترك بالقناة تضغط على زر السبسكرايب الأحمر فبا فعل الجرس وحط بيك لايك لهالفيديو وروح تابعني على الانستجرام سوى القصة الاولى هي قصة احدى متابعاتي ما رح اذكر اكيد الاسم ولا البلد ولا اي تفصيل من هالقصة لان هي القصة كتير حساسة وكتبت لي انه انت الوحيدة اللي رح تسمعيني ورح تفهميني جيبوا القهوة تبعكم زي انا او الشاي او واتابا ويلا نبالش بالحلقة سوى البرنوثة هي اولا طفلة اجت وخبرتني وقالتلي انه في حدا كان عم يحاول يلمسها من احدى قريبينها الكتير قريبين منه وهي خايفة ومتردة ومانا عرفانا شو بتسوي طبيعي جدا اي طفل بيصر له هالشي يتعرض لشوك لصدمة والطفل بهاي الحالة يا اما يفضل انه يسكت او انه يحكي لامه يسكت في هاي الحالة لما ما يكون قريب من امه ويحكي لما يكون كتير قريب منه يعني بتكون عبارة علاقته مع الرفقات تحرش الجنسي موجود في الدول العربية بكثرة وما فينا نلغيه مش لانه الناس ما عم بتحكي عليه يعني ما موجود لا هو موجود بس كل العالم ما بتحكي عليه لانه الشي كتير تعبه وفي هاي الحالة شو هو الدور الان اول شي انك تواعي طفلك انه تفسر له انه هالشي هاد غلط اذا صار معك مثلا تجي بتقولها حبيبتي شوف تير في قتك امال انه اجت هيك وحكت لامها وانا كتير فخورة فيها انها راح تحكت لامه على هيك موضوع يعني بسطلها ملازم هيك موضوع التحرش انه موضوع التحرش صب موشي كتير غريب بالنسبة للاطفال تعود تفلك انك انت تحكيله وتسمعي منه لما يجي يشكيلك خاصة في هاي الحالة ثلاث خطوات مهمة تسمعي من الاول الاخر توسقي فيه وتتفاعلي معاه لما بيحكي في الموضوع وبعدين يجي الحل شو انت فيك تقدر يتسوي كامل كيف تقدر يتساعد طفلك و اكبر غالط يجي طفلك يحكيلك اي موضوع و اي شي غالط سواه وتجي تقوله اه انت استمتعت بهذا الموضوع اه انت عاش بك هذا الموضوع وتبلش انت تنيرفزي وتعلي من صوتك خلاص انت كأنك سويت له هداك الطفل بلوك رح يصير يخاف منك بعد بدو يحكي معك في هيك مواضيع و بيكون كتير بيخبي عليك فلهيك ضروري جدا انه نتعامل مع هدول الاطفال كأنهم رفقاتنا سوهات هي بالنسبة للأهل بالنسبة للطفل وبعرف انه انا بأثر وكلامي عم يوصل لكتير اطفال ولكتير مراهقين ولكتير شباب في هي الحالة اذا صار معك هيك موضوع روح لا اكتر حدا من العالم توسق فيه لا اكتر حدا انت بتعرف انه هاي ساعدك في هالموضوع و خاصة في هي الحالة بتكون الامم اكتر حدا يسمعنا اكتر حدا بيوسق فينا اكتر حدا يكون رحيم علينا هي الامم قصة تانية هي لقصة بنت تانية سوال هاي البنت هي كانت من لما هي صغيرة تتعرض للتحرش الجنسي وساكتها وتمها ساكت لانه كان احد من قريبها هدا عم يهددها لو قلتي انا رح سوي فيك هي استمرت وتفعلت معها هذا الموضوع لما بين لا ادى لحمل هاي البنت هي لو بنت حاملة من خالها فلهيك لكل الاطفال اللي بتابعوني او حتى المراهقين اذا حصل معكم هالشي لا تسكتوا عليه ابدا لانه منو شي عادي كنا نعرف انه هالشي غلط واذا ما حاولنا نحل هاي المشكلة رح تتفاقب فلا تسكتوا تحت التهديد ولا تحت الخوف ولا تحت اي شي نجي هلا لنقطة اللي صارت معي انا في التحرش انا من سنة نزلت فيديو وحكيت لكم فيه عن تجربتي في العيش لحالي اترككم انه اذا بدكم احكي لكم قصة التحرش من ورائك الوليس طالبة بعدين ما حكيتها لانه امي رفضت انه انا بحكي في هاي القصة لانه امي كانت تعرفة عن الموضوع عشان تكونوا في الصورة روحوا احضروا الفيديو رح عليكم اللينك تحت ودسكريبشن بوكس لانكم كمان اشعر هون او هون لانه هالفيديو هاد هو متصل بالكلام اللي انا رح احكيها اللا انا وقتها كنت بس في سكن طالبات خاص هالسكن هاد ساعدتني انه انا بلاقي رفيقتي وابوه يعني ابوه رح حكى مع صاحب السكن هاد مفروض انه بيعرفوا انه هوا شخص متقي واللي July لهون واعلامت الصلاة لهون كان يحكي كثير من الكلام مع سول وتقول يا الله عن جدا شخص هاد يدي شوه يجنن شو هاي الاخلاق اللهم على الاخلاق هي الفاخرة الاعرب بس الاسف الشتيد انه احيانا لم ظاهر كثير خداعة وانه موشي اللي نشوفه هو الصح وبصراحة أنا بالذات ما بعرفش ليش حبدي زي ما بتقول ما ياسم فقر ما هدول عالم يكون لايك متدينين ما بعرفش إيش اللي أنا بقابلهم بحياتي بيكونوا سيئين جداً بنتي حدا بس حدا بس بقابلوا هيك ويكونوا مني وأكيد ما عم قول هون أنه العالم الملكزمين دينين إنهم أشخاص سيئين أو شي زي هيك أبداً لا لأنه already في ناس هيك بتستغل أصورة الالتزام الديني مشان أغراض شخصية ببحدة سو أول شي بلش هالقناع هاد يظهر بعد ما دفعنا المصاري تبع الإيجار أول شي بلشنا بالعقد سو العقد فيه كان إنه هو يفوت للشقة تبعنا إمتى ما بده إنه إحنا ما بيجينا حدا ما بنطلع يعني كأنه إحنا عبيدة عنده وظهر بالمختصر البسيط كأنه حريم السلطان مفكرنا كأنه إحنا الجواري تبعه وهو ما بحق بالعقد المهم وقتت خانقنا معاه ما في حدا من البنات رضيت إنها هي توقع على العقد سو هذا كله حاجة فاضي قدام اللي صار بعدين يسيدي بنسيدي يقرع هيك الباب علينا بصوت كتير خافت إحنا أصلا ما بنكون نسمعه يلي بتكون إنها بتستحم فلي لابسة فينا الأصير فلي محجبة وملابسة الحجاب وهيك فوت علينا بقلة احترام وأكتر من مرة إنه نوجه له هالشي غلط أكتر من مرة نعصب من هذا الموضوع ولا حياتي لمنتوناتي إنه الغريب في الموضوع إنك أنت الشخص من متدين وشخص من مفروض ملتزم ديني فروض أكتر حادة بتكون بتحترم هالشي بتحترم خصوصية البنات لإنه هالبنات هدول منهم جواري عندك هدول البنات بنات عائلات وجايين هون ودفعين فلوس عشان أقل شي بيلاقوا راحتهم لإنهم ما كانوا حابين يسكنوا سكن الحكومي اللي كلها نعرفه قديش بتكون الظروف فيه سيئة على الأغلب على الأغلب نستثني بعض الجامعات بعدها يا سيدي بن سيدي مرة أنا كنت لحالي في الشقة وبنات كانوا منهم موجودين لإنهم راحوا ويكيند لعيلتهم وأنا ضليت الويكيند هناك وعندي اختبارات وهي فما بتذكر شو هي الحجة اللي فات فيها للشقة بس لما لقاني لحالي استغل هاي الفرصة فات من باب إنه يحكيلي على مشاكل ومعليش إنه صاير معي مشاكل هل فيني أحكيلك هاي المشاكل صار يحكيلي إنه عنده مشاكل مع زوجته إنه صوشته مش منيحة ما عم تساعد أمه ما بعرفش إيش ومن هالحكي وإنها شخصية كتير سيئة وإنها كانت شي قبل الزواج وبعدين تغيرت وإنصحيني شو أسوي شو هو الحل وأنا على نياتي يعن جاد صدقوني المنظر اللي أنا شفته تباح الشخص واللسان المعصول تبعه والإحترام الخارج اللي عم بنشوفه في الحكي ما تخيلت أو ما توقعت إنه كان عم يلمح على شي معادي أصلاً صدقوني بحياتي ما صار معي هيك موقف يعني أول مرة بحياتي صار معي هيك موقف حرفياً درست كتير سنوات بر مدينة عشت لحالي كتير سنوات درست في أكتر من ولاية درست في العاصمة ودرست في غيره بس عمره بحياتي ما صار معي موقف زي هيك وسلقت من تمو كلمة فوق 18 السنة بمصطلح إنه زوجته إنسانة سيئة الأخلاق أنا لما سمعت هذيك الكلمة انصادمت ما قدرت أحكي ولا كلمة ظليت مني مستوعبة إنه الشخص بهاللحيل هون والعلامة السجود وقال الله وقال رسول الله بيحكي هيك كلمة وعادي كأنه بيقول السلام عليكم أو صباح الخير عشان يلمح لا إنه أنا بتزوي أنا وهو علاقة إنه هو معجب وما بعرفش إيش إنتي بنت مرباية بنت عائلة حلوة ما بعرفش إيش ومالكلام هاد على فكرة هالشخص هاد متزوج من أثنين واحدة بالزواج عقد تبع بلده ووحدة تانية بالزواج عقد بلد تاني وهي من جنسية أجنبية يعني ظليت صافنا عن جد في حدا متزوج أثنين ومن جنسيتين مختلفتين وعم يتهمهم الاثنين إنهم شخصيتين كتير سيئين وهو الملاك الطاهر وجايني أنا وبيطالب في علاقة غير شرعية وبحدة بيعطى مظهر في عمر أبي Like what the if Like حارفين أنا أسعى لشي but what the if على طول وروح أتخبرت ماما ماما صار معي هيك وهيك وهيك شوفيني أسوي في هالموقت ماما كانت كتير خايفة علي أنا البنت الوحيدة فنصحتني إنه بسكر الباب دايما بالمفتاح أنا كتير بسكر الباب بالمفتاح لأنه دايما أخاف لأنه حدا يفتح الباب علينا لأنه ما كان يحترمنا وأنا ممكن بكون لابس أصير أو قديني يجي وقات يروح وقت نكتشف كل البنات إنه إحنا دار علينا بنت بنت بيحكينا نفس الحكي بيحاول يا غرينا تعرف شو بيقول اللي بتتمنية أجيب لك ياه بدك تدرسي بره أدرسك أنا بره بصرف عليكي أسوي لك يعني والله بضحك من غباء هالشخص نفكرنا إنه إحنا أخبياء أو أو شو يعني؟ برجعلكم بالحديث أنا وقت لما اتصلت في إمي بقلت لها إمي شو أسوي هل بحكي مع زوجته؟ شو أسوي وأنا ضيقت لي يعني في فترة امتحانت وخلص رح تخلص السنة فاهمين شلون؟ في المدينة اللي أنا كنت ساكنة فيها مستحيل تلاقوا سكن في وسط السنة أو في أخر السنة لأنه تكون كلها مليانة بالطلاب فما كان فيني إنه أنا بنتقل من سكن لتاني فكنت مضطرة إني أنا أضل في هذا السكن وخاصة إنه كانت في فترة امتحانت وقتها واقترحت وقتها على إمي وأنا بروح أخبر زوجته وبعدين فكرنا إنه ممكن زوجته ما تكون إنسان متفاهمة ممكن تترضي من السكن وأنا ما عندي مكان أروح لوقت وخفنا كمان إنه إحنا نكون سبب في خلاء عالي لأنه الإنسان بنهاية بيمشي بأصله فقررت إنه أنا وإمي بنسكت بوقتها سوف طلح إنه البنات اللي صارت معهم نفس الحادثة اللي صارت معي راحوا لزوجته وقالوا لها إنه هيك وسوى هيك وهيك 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 وهي ما كان منها أي رياكشن فسوفي في هذا كل وقت كنت كتير بعملوا باحتقار بطمشوا بحسوا إنه شخص كتير مقزز وبعدها بفترة هي شافت الفيديو اللي أنا نشرته على القناة فإيجيت وحكت معي وقالت لي على مين بتقصدي إنه تحرش ومتحرش فهي عارفة أورادي البنات حكينا فهيكيد شاكة في زوجها يعني هلا إنتي ما سويت ولا شي لما إجهلك لحق البنات فهلا إنتي هتسوي شي لما أنا حكيت فقط إنه أنا يوتيوبر ومسوي فيديو ففرقت معاكي هيك بس فطلعوا إنه هنين حايفين على صمعة آلشو السكن تباحوا يعني بنت منها ما تصرف زوجها الركيك ينم على قلة تربية وقلة احترام والشخص في منتهى الحقارة ما كان همها الموضوع أبداً كان همها موضوع إنه خايفة إنه أنا عم شهر بسهر فوقتها تعاملت مع الموضوع بكتير حذر وبكتير حكمة وقلت لها إنه لا ما بقصد وفوتها من هون وطلعتها من هون بالرغم إنه أنا متأكدة إذا كانت هي عم تحضرني إنه هي في قرارة قلبها عارفة إنه الحكي اللي أنا حكيته كان عن زوجها بالمختصة البسيط هي هي كانت القصة رسالة أنا حبيت أوصلها من هاي الفيديو للبنات اللي في عمر الغير خاصة المراهقات اللي ممكن أول مرة بيطلعوا من مدينتهم لمدينة تانية أو بيروحوا للسكن طالبات سوء التحرش موجود إذا إنتي ما تعرفت له ما يعني إنه هو منه موجود وإنك إنتي تطلع من بيتك كوني عارفة إنك إنتي متحملة مسؤولية كتير كبيرة وفي سيقة كتير كبيرة من أهلك سوء للأعمار الصغيرة واللي هي المراهقين متحت 18 سنة فأي رجل بيشيكي بيحكي له زوجتي منا منيحة بتأذيني ما معرفش إيش سيئة ما تطبخوا لي من هالحاكي الفالي بيكذب هو شخص كذاب خائن حقيق لما نشهد مع هاي الخطة وبيحاول إنه يحسك إنه هو المسكين الضحية يروح للخطة الثانية واللي هي غالبا ما بتنجح خطة إنه أنا حدلعك أنا حعطيك فلوك أنا حصرف عليكي أنا حسولك لي بديها حصفرك حشيرك سيارة هاد كله عشان يصنع لك الجنة وللأسف شديد إنه في بنات تقع في هذا الفخ سواء كانت حالات المدير بتكون منا منيحة سواء كان مش موجود رجل في حياتها صح حنان الأب أو ناغ صح حنان الأخ فتحب تعودوا بأي رجل بتشوفوا في حياتها وخاصة إنه إحنا البنات كلياتنا وما بنكذب فيها شيء أكتر شيء يلفتنا فيها الرجل أو بنحبه في الرجل أو الشيء اللي إحنا نتمنىه في شارك حياتنا إنه إحنا نحس بالأمان والأمان بالنسبة للمرأة هو الدعم المادي والدعم المعنوي والاهتمام بشكل عام بكل أنواعه النوع المرجال إذا شفتهم إهرابي خدي شحاطك وإهرابي إذا هي زوجته اللي تعتبر شرف وما رحمها وحكى عنا كلام وحيش وخانها وهانت عليه العشرة وهان عليه كل شيء فهل أنت ما رح تهوني عليه بنت غشيرة عمرك 16 سنة أو 17 سنة وإذا متوقع إنه شخص زي هيك رح يدوم لك لو كان دام لكان دام لزوجته فانتبهوا كتير من التعاون مع هيك عالم سو أصدقاء إذا عجبتكم سلسلة قصص المراهقات وبدكم إنكم تدعموا هاي سلسلة ففينا كل مرة ناخذ قصة واقعية صارت مع حدا فيكم من البنات أو الشباب ونحكي عنا أكيد بدون ذكر الأسماء فنحن أخذ يعني التان هنأخذ العنوان العام للإصال اللي صارت معه بدون تلميح على شخصه بدون تجريح ونناقش هاي القصة أو هاي القضية كمان أكبروا لي رأيكم في التعليقات بخصوص هاي القصة للموضوع التحرش بشكل عام لا تقدروا تحكو لنا كمان وإصاسكم تحت في التعليقات عن التحرش التعرفته لهيك موقف هل حدا من رفقاتكم تعرف لهيك موقف وتحكو لنا عنه فيكم تستعموا مثلا أسماء وهمية إذا أنتوا بتكونوا خايفين وهيكا بنكون وصل لنهاية الفيديو ديروا بارك مع حاكم أحلامكم وقلوبكم نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم أرمون يا بيبي سلامت يا وقت سلامت بيبي